موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون كل سنة متطيبين أولا بمناسبة تعيد الأحطحة المبارك إن شاء الله الجمعة المقبلة بإذن الله وحلقتنا النهاردة عن موضوع مهم جدا في ظل التوترات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات صد النهضة الأثيوبي وإعلان أثيوبيا الملء الأول لصد النهضة الأثيوبي خلال القمة الإفريقية التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بعض وكالات الأنباء منها روي تارز ومنها أرتي لوكالة الروسية الرسمية ومنها بعض الصحف الأخرى الأجنبية والعربية تدولت بعض التصريحات نقلا عن برنامج من سيزرع المليون بتقول فيها على لسان أحد الضيوف إن مصر فيها مياجة وفيها تكفيها 500 سنة لزراعة الصحراء الحقيقة هذه التصريحات فيها لبس كبير جدا ونقل خاطئ من هذه الجهات الأهداف معينة خاصة في ظل الأزمة اللي احنا فيها المتعلقة بمفاوضات صد النهضة والدعايات الأثيوبية بإن في مصر مياجة ممكن تكفيها سنين كتير أول حاجة هذه التصريحات اللي احنا شايفينها معانا على الشاشة تصريحات غير صحيحة وغير دقيقة خاصة إن احنا فيها البرنامج لم ندلي بمثل هذه التصريحات أو من خلال الضيوف بتاعنا ورجعنا الحلقات بتاعتنا ما كانش فيها مثل هذه التصريحات كمان نقطة مهمة تانية وهي إن التصريحات دي كانت من أكتر من عدة أشهر لكن فجأة لقينا وكالات الأنباء بتتداولها يوم 17 يوليو أجاري من كم يوم إيه السبب إن هذه الوكالات تتداول مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت وإن البرنامج أو الحلقة اللي احنا تكلمنا فيها فيما تعلق بالمياج جوفية في أراضي المليون ونصف مليون فدان كانت من عدة أشهر فالحقيقة فيه الكثير من علامات الاستفهام في نقل هذه التصريحات بهذه الصيغة وإن برنامج من سزرع المليون لم يصدر عنه أي تصريحات بتقول إن مصر فيها مياج جوفية تكفيها 500 سنة بالعكس إحنا قلنا إنه بنحاول نستخدم المياج جوفية الموجودة في منطقة غرب غرب المينيا بالتحديد والمغرى باستعمال جيد علشان المياج جوفية عارفين إنها مصادر غير متجددة لكن لما هذه الوكالات تنقل مثل هذه المعلومات في هذا التوقيت بالذات في ظل مفاوضات صد النهضة والأزمة اللي احنا فيها والإدعاءات الأسيوبية باستخدام مثل هذه أيضا التصريحات لبعض المصريين الغير مسؤولين بإن مصر فيها مياج جوفية إحنا كل اعتمادنا بنسبة أكتر من 95% بنعتمد على مياه النيل يعني بناخد 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وبنعتمد عليهم بصورة أساسية فنرجو من هذه الوكالات الرويترز والوكالة الروسية في نقل تصريحات برنامج من سازرع المليون إنها ترجع وتصحح هذه المعلومات لعدم وجود أي شيء صادر عن البرنامج في هذا الإطار وفيما يتعلق بهذا الموضوع كمان خلال القمة الإفريقية اللي انعقدت يوم 21 صدر بيان عن رئاسة الجمهورية أكدت فيه أو أكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ملتزمة ولديها لإرادة الحقيقية للتواصل الاتفاق من خلال المفاوضات القمة المصغرة برعاية الاتحاد الأفريقي وبرئاسة جنوب الأفريقية توصلت إلى بعض النتائج ربما يصفها لبعض الخبراء بأنها إيجابية وهي الزام أسيوبيا بالتواصل الاتفاق قانوني ملزم وكمان آلية لفض النزاع وإن المفاوضات لا تقتصر فقط على سد النهضة لسيوب ولكن تمتد أيضا إلى الاستخدام المستقبل المهنيل احنا معنا الدكتور عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة دكتور عباس إزاي حضرتك أهلا بحضرتك يعني في الكثير من التخوفات بين المصريين خاصة بعض التصرحات اللي ممكن أن نصفها بتصرحات استفزازية من الجانب الأسيوبي على لسان وزير الرأي الأسيوبي وأيضا بعض البيانات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الأسيوبي والتهنئة للشعب الأسيوبي وأنه انتصار كبير للبلاد يعني إلى ذلك من تصرحات أصارت الحقيقة غضب الكثير من المصريين حضرتك القمة الإفريقية الأخيرة بالتزامن مع هذه التصرحات وإعلان إثيوبيا بصورة عاجلة أو بصورة فيها تعجل بأنه تم الملء الأول لسد النهضة حضرتك شايف الموقف بصورة عامة إزاي ومواطن المصري حابب يفهم إحنا دلوقتي في ملف سد النهضة وصلنا إلى فين وفترة اللي جاية هتكون إزاي تسمحنا سوى الشعبان في البداية أن حضرتك اتكلمت عن المياه الجوفية في السحرة الغربية في مصر لو بس يعني أكمل الصورة خضل طبعا أولا يعني الخزان الجوفي في السحراء الغربية احنا عندنا المياه الجوفية نوعين في مصر في مياه جوفية متجددة ودي في الوادي والدلتة وهي مياه النيل أصلا لما بنروي بالغمر جزء من المياه بيتخلل الطربة ويكون مياه جوفية في الوادي والدلتة احنا بنستعيدها مرة أخرى عن طريق الآبار وبالتالي هذه المياه تعتبر إعادة استخدام وليست مياه جديدة هي مياه النيل أما المياه العائلة يعني المياه النوع ده لو المياه النيل نقصت هتيتأثر أخير يبقى ما فيش مياه جوفية يعني لو ما بترويش يبقى ما فيش مياه جوفية تمام والرأي جاي من مياه النيل ولذلك احنا ما بنحسفهاش كمياه جديدة هي بالضبط زي مياه الصرف في مياه الرأي جزء منها يذهب للمصارف ونعيد استخدامه وجزء آخر بيتخلى للتربة ونعيد استخدامه لما بنطلعه تاني من الآبار والنوع تاني النوع تاني هو موجود في الصحراء الغربية وهو مياه غير متجددة يعني كل متر بيخرج منها الآن لا يأتي مكانه وبتستخدم من آلاف السنين للسكان في هذه الصحراء تجمعات البدوية والمجتمعات البدوية طبعا حضرت عندك في الواحية الداخلة والخارجة فيه آخر من آلاف السنين الإنسان وجد لكن يا دكتور كمان احنا لو رحنا للفرفرة والداخلة والخارجة هنجد ان العمق بتاع المياه الجوفية الاول لو كان تضرب فاس كان بتطلع مية دلوقتي لازم بتعمل 100 متر أو 50 متر يعني المياه الجوفية بتقل هو اللي تسبب في وجود الإنسان المطري في الواحات ان الواحات هي منخفضات في الصحراء وبالتالي قاع المنخفض بيبقى اقرب لمنسوب المياه الجوفية ولو فيه تشكك وكانت المياه الجوفية تحت ضغط فبالتالي كانت بتندفع فكان بيبقى فيه عيون بيلاقي فالإنسان وجد ان فيه عيون في الصحراء فيه مياه فيه زي بحيرات صغيرة فبالتالي عارف ان فيه هنا مياه جوفية وراحة عاش هناك هذه المياه زي ما بقول غير متجدد اصبح الآن هذه المياه لا يمكن تقرب لوحدها فعلا بالفعلا الضغط اللي بصورة كبيرة جدا منسوب المياه انخفض يمكن في بعض الاماكن اكتر من 30-40 متر وبالتالي هذه المياه يعني فيه بتقل ونوعية المياه ايضا بيختلف كل ما يزيد السحب بيزيد الجودة بتاعتها بتضعف والملوحة بتزيد بالضبط فاحنا دلوقتي المياه الموجودة في الصحر الغربية بتستخدم بحساب شديد جدا كنا كل المياه دي كنا بنزرح حوالي ربع مليون فتاني لكن يا دكتور في بعض التصرحات بتقول ان يعني وده تصرحات يعني فيه الكثير من التعليقات عليها بان فيه مياه جوفية كثير فيه خزانات جوفية وفيه بحر من مياه جوفية وطبعا ده ما فيش حاجة تسبل ده علميا وده غير صحيح لا هقول لحضر يعني هو فيه خزانات جوفية فيه خزان اسمه حضر رامل النوبي هذا الخزان موجود في بعض الطبقات بس على اعماق بتصل في بعض الاماكن اكتر من الف متر يعني شوف الطاقة اللي انت طلحها من اكتر من الف متر هذا الخزان ممتد في سودان وموجود في تشاد وموجود في ليبيا اللي معمول منه نهر العظيم ليس معنا ذلك ان بحر تحت الارض هذا غير صحيح لان الاستخدام محدود للغاية لو سحبت زيادة المياه هتطلع فيها ملوحة وممكن فيه ابار بتجف وبالتالي الاستخدامات يعني احنا دلوقتي كنا بنزر على ربع مليون فتان لو زودنا عليهم يعني على الاكثر حوالي نصف مليون فتان يبقى كده برضو ربما ندخل في الاستعمال او الاستخدام اللي يبقى جائر ولذلك المياه فيه الخزانات الجوفية لابد من الحرص في استخدامها واحنا في مصر احنا بنزر على دلوقتي حوالي 9 مليون فتان فإذا التسعة مليون فتان نجيب لهم مياه منين لا يمكن المياه الجوفية احنا كنا بنزر على ربع مليون ولو زودنا عملنا عليهم كمان ربع أو نصف مليون فإذا احنا من المليون ونصف فتان فيه جزء من الاراضي بيعتمد على مياه النيل هو صحيح الجزء الاكبر مياه جوفية لكن فيه جزء بيعتمد على مياه النيل زي مثلا المياه الجوفية المياه الجوفية دكتور بتسهم قديه في كم مليار يعني في غرب المينيا احدى عنك مثلا يعني فيه مياه متين متر ولكن المياه في غرب المينيا مياه ملحة الملوحة فيها اكتر من الفين جزء في المليون يعني لا يمكن تتشارب ولا يمكن تصلح لزراعة تكلفتها عالية وتكلفتها عالية من كل نحن طمع ما هي قبار وبعدين ده وبعدين ما هواش خزان ضخم فيه غرب المينيا لانه فيه تشفقات تسخور جرية طب دكتور نروح لملف سد النهضة بسرعة نروح بقى لملف سد النهضة عشان بس أنا حضراتي بصرت ان المياه الجوفية ليست بضخامة ولا مسموح باستخدامها بكميات كبيرة اما بالنسبة بقى لسد النهضة والتصلحات الاثيوبية وما حدث بالامس من احتفال اثيوبي وتصريح بان المال الاولي قد تم وانهم حجزوا بحيرة بها خمسة مليار متر مقاعد هذه تصريحات ضر جدا بالمفاوضات وهذه التصريحات تتناقض مع القمة الاولى والتانية المصغرة مع الاتحاد الافريق لان كانت اهم نتائج القمة الاولى ان تعهد الدول الثلاثة بعدم الادلاء باي بيانات او تصريحات او عمل اي شيء يضر او اتخاذ اجراء احادي يعني خاصة بالضبط معه عدم التصرف او عدم اتخاذ اي اجراء حتى يعني ما اقشروش بالنص لكن كان المقصود هو عدم الملء بدون اتفاق وشوفنا جلسة مجلس الامن وجميع الاعضاء يعني اجمعوا على نقطة عدم اتخاذ قرار احادي وتكملة المفاوضات يعني دي كانت اهم سنوات مجلس الامن لما يجي بعد بات اثيوبيا وهو اللي يعلن يعني احنا تمان كنا بنفسر تكوين البحيرة امام سد النهضة بنفسرها علميا ان سد النهضة الجزء اللي كان بيمرر المياه تم غلقه اذا طبيعي ان المياه الامتار لما تسقط وتيجي عند السد مش عارفها تعدي فبتتجمع فالأول يبقى الخمسة مليار وبعدها تعبر المياه للسد فإذن احنا بنقول ده حجز اجباري حتى يتبقى لو عادت مرر المياه خلاص لان اتقفل الجزء ومصر والسودان بحطن النية لم يعترضوا على رفع هذا الجزء رغم انه هو جزء من المال هل يا دكتور تأثرت مصر بحجز الخمسة مليار دول؟ لا احنا مجاهزين نفسنا احنا لو حضرتك خلال لما تشوفوا خلال الثلاثين ثلاثة اللي فاتوا احنا محددين مساحات القرص ويمكن السنة دي كان فيه تجديد اكتر ومنع زراعة الموز في بعض الاماكن وكانت هناك رقابة شديدة جدا من وزارة الري على الاماكن المحزور زراعة الارز فيها والعام الماضي يعني كنا حددنا المساحة وقبلها كانت سبعمية واربعة وعشرين الف فدان فطبعا وكنا نقدر نزرع اثنين وثلاثة مليون فدان ارز والارز المليون فدان بيجيب حوالي ثلاثة اربعة مليار دولار يعني رقم ضخم طب دكتور سؤال المهم حتى نوفر مياه فاصبح فيه في السد العالي فيه مخزون احتياطي هذا الاحتياطي لسنوات الجفاف وعملنا حساب ان ممكن سد النهضة يبدأ السنة دي فاذا من ناحية المائية لا يعني ما فيش التأثير الواضح لكن احنا بنتكلم على مبادئ وبنتكلم على مفاوضات يعني هو فيه انتهاك للمبادئ والحوق والاتفاقية اللي حصله طب دكتور هل ترى ان فيه رد مصري يعني على خطوة الخطوة الاثيوبية بالميل شايف ان فيه رد مصري قوي على هذه الخطوة؟ لا والحقيقة لم يصدر اي تصريح رسمي حتى الان يمكن احنا شفنا من حوالي اسبوع ان لما التلفزيون الاثيوبي اعلن ان المال بدأ تراجع بعدها وبعدها اللي خارجية يعني ارسلت لاستفسار والتوضيح يعني كان فيه تأن من الخارجية وده شيء يعني جيد انك تتأن من الخبر قبل ما يبقى عندك رد فعل لانه ربما يكون مش صحيح طب توقعتك توقعتك للفترة اللي جاية ايه دكتور؟ اللي حصل بعدها ان التلفزيون اعتذر فهنا لما حصل باتي بالامس التصرفات والتصريحات الاثيوبية فهنا برضو توقعنا ان الخارجية بتعد الرد المناسب واتوقع ان هو ممكن يكون يعني خلال ساعات او يعني غدا على الاكثر يعني يكون هناك رد مصري على هذه التصريحات لان هذه التصريحات مرفوضة وبتضر بالمفاوضات وخصوصا ان لسه كان فيه قمة اول امس يعني ما فيش داعي لهذه التصريحات انا انا بشكر حضرتك جدا دكتور عباس الشراقي استاذ الموارد المائية والتكنولوجيا ووجيولوجيا بجامعة القارة شكرا جزيلا لحضرتك في مشكلة تقريبا في الخط احنا هنطلع الفاصل ونشوف تفصيل اكتر عن المياه الجوفية في مصر والخزانات الموجودة لدكتور اسامة سلام استاذ الموارد المائية بمركز القومي للبحوث والخبير بهاية البيئة بابو ظبي وهيتكلم معنا بصورة تفصيلية اكبر عن الخزانات الجوفية في مصر والرد على الادعاءات المتعلقة بان فيه مياه جوفية في مصر تكفي مصر 50 سنة بالعكس احنا عندنا ازمة كبيرة والمياه الجوفية غير متجددة وبتعتمد بصورة اساسية في جوزء كبير منها على نهر النيل لان نهر النيل او مياه نهر النيل هي اللي بتغذي هذه الخزانات هنطلع نشوف لقاءنا مع الدكتور أسامة السلام وهو تسجيل بقتهن طلبنا منه وبعته وهنرجع لكم تاني هاوكين معنا ان شاء الله الأستاذ عادل زيدان رئيس جماعة مزارع المليون ونصف المليون فدان عشان نكمل كلامنا ونضح تصرحة دي ونتكلم كمان على مشروع المليون ونصف المليون فدان هنروح لدكتور أسامة السلام أستاذ الموارد المائية بالمركز القومي للبحوث والخبير بهيئة البيئة بابو ظبي هنرجع لكم تاجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم اليوم عن المياه الجوفية في جمهورية مصر العربية ونشوف الخزانات الجوفية إمكانيات الخزانات الجوفية في مصر أنواعها نوعية المياه الجوفية فيها مدى مساهمة الخزانات الجوفية أو المياه الجوفية في الموارد المائية المصرية بشكل عام نبدأ الأول بتعريف المياه الجوفية المياه الجوفية هي أي مياه موجودة بين حبيبات التربة أو بين شقوق الصخرية ويمكن استخراجها والاستفادة منها خلص دا تعريف يعني المياه الجوفية مش موجودة في خزانات تحت الأرض زي ما بعض الغير متخصصين بيتخيلوا إن في خزانات مقفولة وفيها المياه الجوفية فبالتالي نقدر نطلعها وقت من حد لا المياه الجوفية موجودة بين الحبيبات ولها خصائص بيسموها هيدروليكية وبرامتر أو معاملات على أساسها تقدر تعرف إزاي هتخرجها واقتصاديات تخرجها إزاي والاستعباب لما تسحب المياه من البيل هترجع ولا مش هترجع خلينا نتكلم في الحاجات ديت واحدة واحدة ونبدأ بأنواع الخزانات الجوفية المصرية مصر فيها تقريباً أساساً أو بصورة أساسية خمس أنواع من الخزانات نبدأهم عندنا نوع اسمه الخزانات الساحلية الخزانات الساحلية ده يتواجد على ساحل البحر الأحمر وعلى ساحل البحر المتوسط وهي خزانات غير منتجة وإن كانت في منطقة العريش ورفح فيها بعض المياه وفي بعض الأودية اللي على البحر الأحمر فيها بعضها ولكن ميتها يعني صغيرة جداً بالنسبة لاستخدامات يعني ولا يمكن الاعتماد على إلا زراعات محلية في نفس المكان وده بتزير عليها من زمان جداً وشغالة ويعني تنمية قليلة جداً لأنها ما تستعوضش غير من الأمطار وبعض الخزانات القديمة اللي بتكون بعدها شوية عن البحر وعلى علاقة ننتقل النوع الثاني من الخزانات الساحلية فيه خزان اسمه خزان ودي النيل والدلدة أهم خزان جوفي في ناصر طيب الخزان ده بيمشي تحت ودي النيل من أول أصوان من أول بحر ناصر إلى تحت الدلدة الخزان ده أساساً ميته من مية النيل يعني ممكن الناس ما تعتبروش إن هو خزان جوفي لأنه هو متجدد من مية النيل إذا مية النيل قلت التغازية بتاعته بتقل والخزان ده الأساسي اللي كل معظم الفلاحين ومحطات الشرب بتستخدم منه وهو على علاقة وثيقة بالماء السطحية يعني إذا الماء السطحية تلوزت هو يتلوز وعشان كده بيتلوز في بعض المناطق طب الخزان ده إذا حصل أي عجز في نهاية الترع بيتعوض منه وإذا حصل عجز لأي سبب من الأسباب سدود أو خلافه أو نقص الماء في أي وقت بيتعوض منه والخزان ده هو أكبر خزان جوفي مستخدم في مصر يستخدم كان تقريبا من ستة لسبعة مليار في السنة وأساسا هي مية نيل مية نيل تم ترشحها إلى الخزان وحاليا ابتدى يقل المنسوب بتاعه في مناطق كثير في الدلتا وابتدى بعض الخزان جوفي في شمال الدلتا ابتدى يملح من تدخل مية البحر وبالتالي الخزان ده اعتماد كلي على النيل هذا الخزان بدون النيل لا يوجد خزان تحت الدلتا وتحت ودي النيل بطول فبيشحن بكام دراسات كتير لما تيجي تقول يشحن أو مش الشحن تبص للدراسة وتشوفها هل الدراسة ايه المعاملات اللي على اساسها حسب في ناس تحسب بيتغذب واحد ونصف مليار في السنة في ناس حسبت باتنين مليار في السنة في ناس حسب ثلاثة مليار في السنة لما تيجي تحسب امكانيات الخزان أو تشوفها لازم تشوف المعاملات وطريقة الحساب اللي حسب بها وفي نفس الوقت برضو نتقول خزان يكفي كم سنة برضو لازم فيه كلام تاني كتير يعني ما تقدرش تقول خزان يكفي مئة سنة مئتين سنة ماينفعش تقول الكلام دي لازم تقول الخزان ده هتستهلك منه ده والغاية عمكة ده هتقدر تكفي كم سنة واللي على اساس هنتكلم بعد كده في الخزان خزان الحجر الرمل النوبي قبل ما نوصل لخزان الحجر الرمل النوبي نكمل خزانات لان الخزان الاساسي في الصحة هو خزان الحجر الرمل النوبي فيه خزان اسمه خزان الحجر الجيري هو يعني يعتبر على شواط النيل يعني على النيل النيل وشمال في شمال شمال مصر والخزان ده يعني ميته مالح نوعا ما وتغذيته من الامطار ومن نهر النيل وبرضه امكانياته غير جيدة يعني هو له امكانيات وامكانياته بس غير جيدة زي خزان الدلتا الوادي لو اجال منقارنا بنا الخزان الرابع هو خزان صغير في المغرى ولو خصائصه هو مقفول شوية عند منخفض القطار وفي المناطق اللي حولها وبرضه الخزان ده مالح الى حد ما واذا تم الاستثمار عليها استثمار في النباتات او الزراعات اللي بتستحمل الملوحة الى حد ما نيجي للخزان الكبير خزان الحجر الرملي النوبي الخزان ده بيغطي مصر وليبيا وتشاد وسودان اربع بلاد الخزان ده بقى غير متجدد على الاطلاق كان بيتجدد الى سنوات صحيقة وكان بيتجدد من بحير التشاد وبحير التشاد راحت خلاص وما فيش التجدد ده فالخزان ده قديم اي متر مكعب هتاخده منه مش هيسترد التاني او يستعوى التاني وفيه بقى فيه قصة في الخزان او اسمه الحجر الرملي النوبي عبارة عن حجر المسام بتاعته قليلة جدا والمية موجودة فيه وفيه قصة في الخزان او اسمه الحجر الرملي النوبي عبارة عن حجر المسام بتاعته قليلة جدا والمية موجودة فيه وبالتالي حركاتها بطيئة جدا طيب ايه المشكلة بتحصل لو احنا سحبنا منه لو سحبنا منه باسمها التأثير المحلي يعني ايه تأثير محلي في منطقة مثلا الوحاد الخارجة والدخل والفرفرة والبحرية وبعض سوء بيستخدموا الخزان ده نجي ناخد مثال واحية الخارجة واحية الخارجة من اول ما بدأت في قبل الستينات والستينات في تنمية الصحاري كانت الماء متدفقة تعالوا انا هفضل تشوف الماء في ايه بعد الاستصمار والبنية الاساسية وي 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 الماء على بعد مية وخمسين متر ومية متر في بعض المناطق وبالتالي بقت غير اخصادية فاساس انكانيات لما نتكلم عن انكانيات الخزانة الحجر الرملي النوبي ما تقدرش تحسب اي رقم انت لو ضربت المساحة الكلية في معامل المعامل اللي تقدر به تحسب كميات الماء اللي تقدر تخرجها من الخزان هتلع رقم هول بس تعال استخدمه بقى الاستخدام مش عارف تستخدم منه حاجة خالص كل ما تعمل استثمار في بنية السياف مكان تسحب الماء يعمل حاجة اسم مخروط الهبوط الماء تتأثر تنزل بيبقى الماء سحبها غير اقتصادي دي نمرة واحد نمرة اتنين الماء لا تستعوض عاوز الماءات السنية عشان ترجع تاني فاذا الماء لا تستعوض في نفس مكان الاستثمار الماء اعوز سنوات عشان ترجع تاني الماء اعماقها بتزيد والسحب فيها يطلع غير اقتصادي تخيلوا ان الفلاح في الدلتا لو سحب الماء من الترعة وهي على بقى ستة متر سبعة متر من سطح الارض بيخسر فما بالك لما يرفع ماء من مئة وخمسين متر غير اقتصادي على الاطلاق للزراعات العادية فبالتالي وما نجي نتكلم بقى عن ازاي الخزان ده هيكاف في كم سنة ما نقدرش نقول هيكاف في كم سنة انا لو عندي خزان ماء جوفية في عشرة متر مكعب بس اقدر اخليه كافي ميت سنة هسحب كل يوم عشرة ملي او عشرة لتر فما نقدرش نقول كاف في مئة سنة ولا خمسين سنة ولا الف سنة الارقام دي كلها ارقام تقديرية ولكن الحقيقة الممارسة الفعلية ما تقدرش تنمي بصورة كبيرة لان المناطق اللي بتنمي فيها تستنزف ضغوط الخزان ويبتدي يحصل هبوط فيه تصبح الماء غير اقتصادية وما تقدرش تستسمره يبقى كل اللي انت استسمرته راح فالاسمار رازي يكون حذر على الماء الجوفية في الخزان الجوفي لانه بيحصل بعد كده هبوط محلي ما بتقدرش تجيب الماء وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الارقام اللي الناس بتتكلم فيها يعني انا اقول الامكانيات وهي بعيدة جدا عن سطح الارض لا يمكن استخدامها اعمل اسحب على بعد مئة وخمسين متر للمتر يكلف لي اكتر من التحليق فده ما نقدرش نتكلم انها وبعدين اللي لازم تقول ايه المعايير اللي انت بنيت عليها التقدير هتسحب كم سنة فكل الارقام اللي بتقال انها بكاف مية وخمسين كلها ارقام غير غير دقيقة وغير مكتملة المعايير يعني بمعنى اصحة لما تقول لي كم سنة هيقضي كم سنة اقول لي هيسحب كم منه وقول لي السحب هيب اقتصادي لغاية كم فده جزء الخزان الحجر الرملي مياه نيجي بقى الجزء تاني اللي هو تلوث المياه الجوفية في مصر تخيلوا ان الستة مليار بتوع الدلتة اصبح فيهم تلوث لانهم على ارتباط مباشر بالزراعات وارتباط مباشر بمية النيل اذا كانت مية النيل في بعض الترع والمسائق ملوثة فالتالي بتوصل للتلوث تحتها واذا استخدم المبيدات والاسمرة في الاراضي الزراعية بيحصل تسريب للماء دي وبتلوث الخزان ورغم كده هو ابددوا المزارعين في نهايات الترع واللي المياه ما بتوصلش والمياه مش هتوصل بسبب الاستهلاك يعني في ضغوط رهيبة على المياه في مصر وبالتالي في ضغوط رهيبة على الستة واصبح الخزان في بعض المناطق كانت عنقل مية خمسة نتر وصلت لعشرين وخمسة وعشرين متر المناطق مغينش ملوثة اصبحت ملوثة فده عن الخزان الجوفي في اه دلت تعالي نشوف نوعية الخزان الجوفي في اه الحجر رملوني نوعية جيدة والملوحة بتهتها قليلة جدا بس في نطق الاستثمار او المناطق التنمية اللي يالو حد داخلها الخارجة والفرافرة والسيوة والبحرية فيها حديد الماء بيطلع فيها حديد وانجنيز الحديد بالفلاحين زمان بالممارسة بيعملوا ترعة بتلف كده فبالاكسادة بيجي الحديد بلون احمر على القنوات وبيشربوه برضو برضو بيعملوه بمعالجة والحديد ده برضو بيأثر على استخدام طور الراية الحديثة استخدام مباشرة طور الراية الحديثة من البير مباشرة للمزرعة فيبقى عندنا الماء الجوفية في مصر هيبقى على ضغوط في الفترة القادمة ولن تعود اي عجز في ودي النيل لان الستة سبعة مليار الأساسيين اللي احنا من السحبه من الدلتة هيتقصره باي هبوط في مناسيب النيل اما الجزء بتاع الصحراء الغربية والخزانة الحجر رامل النوبي اقتصادات سحب مهمة جدا والتنمية في مناطق معينة لان التأثير المحلي للسحب مهم جدا ان احنا نعرفه لو عملنا اي استثمار في اي مكان وسحبنا الماء هتنضب وهتبعد ويبقى سحبها غير اقتصاد وبالتالي لا يمكن الثقة في اي ارقام تقول امكانياته كام او هو في قد ايه او يكفينا كام سنة الكلام ده عالي تماما من الصحة ومحتاج ارقام كتير ومحتاج تدشوف الدراسة اللي تمت دمت على اي اساس او اللي بيقول الكلام لازم يكمله يقول هيكفي عشر سنين ونستخدم كل سنة خمسة مليار ستة مليار اه في حاجة كنت معلش مقولتهاش ان الخزان الحجر الرمل النوبي اللي استخراج منه من واحد الاثنين مليار لغاية الوقت رغم التنمية الرائبة اللي اعملونا في الواحات البحرية وي 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 ورغم كده في مشاكل في الواحات نفسها يعني الواحات الخارجة باصبح فيها مشكلة سحبه مية ازا كانت امكانياته عالية طب يكفي الخارجة اهو الخارجة موجود فيها استثمار يكفي اللي بيخرج من الستينات وهي قديمة جدا من الاف السنين فيها المعابد الغرقية المعابد الغرقية اسكندر اعتقد اه لا ما علينا الخزان الجوفي في مصر وبالزاد في الصحراء الغربية هو خزان مشترك ولوه حاجة اسمها التأثير المحلي والسحب بيصبح غير اقتصادي بعد فترة من السحب 10-20-30 سنة ولا يمكن ان احنا نتكلم على امكانياته الا ما نتكلم عن حاجات تانية كتير اللي هتسحب قد ايه وفي كام يوم وفيين السلام عليكم ورحمة الله يباك موسيقى 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 المشاهدين اهلا بكم مرة تانية في برنامج من سازراء المليون الحقيقة شفنا تصرحات الدكتور أسامة سلام وهو باحث أستاذ في المركز القومي البحوث المياه في مصر وكمان مدير مشاريع المياه الجوفية في هيئة البيئة بأبو ظبي واستكمالا لنقاشنا حول المياه الجوفية في مصر خاصة في الأراضي الجديدة وفي ظل التصرحات الخاطئة التي تم نقلها عن برنامج من سازر على المليون وتتعلق بالمياه الجوفية واستخدامتها في مصر وإنها تكاف في مصر 500 سنة وهذه معلومة غير صحيح نعم معنا الأستاذ عادل زيدان ورئيس جمعية المزارع المليون ونصف المليون فادان أهلا بحضرك السعادة أهلا بيك وأهلا بيك وأهلا بيك وأهلا بيك زي ما قلت في المقدمة للبرنامج أنه في الكثير من الوكالات الأنباء الكبيرة العالمية منها روترز ومنها الوكالة الروسية ومنها بعض الوكالات العربية والأجنبية الأخرى والمواقع والصحف المصرية نقل التصريحات عن البرنامج لم توجد في البرنامج يعني حضرتك لم تذكرها ودي أثارت الحياة بلبلة كبيرة خاصة في ظل أن احنا بنتفاوض في أزمة صد النهضة وبنعاني من أزمة مائية كبيرة جدا ومن شوح مائي ونهر النيل بيمثل لنا أكثر من 95% من مواردنا المائية وهذه الوكالات حاولت تروج أني احنا عندنا مياه في مصر وده هذا الكلام جرح حقي حضرتك تعليق أخي على نقل هذه التصريحات بهذه الطريقة أولا أنا لست حسن في شؤون المياه ولست خبيرا بالمياه الجوفي فطبعا حتى وإن كان في رأي لي فهو رأي يعني يعتمد على لا يعتمد على بحث ولا على التدقيق ولا عن تجربة لكنه قد يكون تصريح متمد على معلومة عادية لكن لم يكن أصلا هناك تصريح بذلك يمكن حضرتك كان في برنامج ساعتك احنا رجعنا البرنامج وشفنا ما فيه شيء اه اه يعني أنا اتكلمت فيه ما يخص مشروع المليون ونصف المليون فدان وكان كلامي وهو أن احنا كان جانا في البرنامج كتير سأسئلة عن المياه الجوفية اللي هي خاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان فكان واجبنا أن احنا نطمن المستثمرين والمزارعين في مشروع المليون ونصف فدان والفلاحين بأن لدينا من المياه ما يكفي لزراعة أراضيهم يعني وليس مصر كلها وإلا كان سيادة الرئيس بدأ في الأربعة مليون فدان كلهم من راحت سيادة الرئيس لما جيه تكلم على قرى الزهير الصحراوي والريف المصري الجديد وسط عواضي المتعدة عنه في الأراضي الأديمة اتكلم على أن مصر حتبدأ بأربعة مليون فدان ثم نصح سيادة الرئيس من الباحثين والمتخصصين من نحنا نشتغل في مليون ونصف المليون فدان ده ما يعني أن المياه اللي موجودة عندنا تكفي للمشروع المليون ونصف دان فقط وكنا بنطم من الناس في هذا الصدد وباستخدامات معينة وبطرع معينة ولذلك حضرتك يمكن الكل يعلم أن احنا كان عندنا أن كان عندنا الأول الناس بتستخدم المياه الجوفية بطرق غير رشيدة نتيجة أزمة سد النهضة بدأنا في مصر يمكن من أكتر من 2014 بدأت الدولة المصرية تتكلم على تحليط مياه البحر وبدأت الدولة المصرية تتكلم على معالجة مياه الصرف الصحي وعادة تدورها بدأت الدولة المصرية تتكلم على ترشيد مياه الرأي بالغمر في الريف العديم بدأت الدولة المصرية تنادي بترشيد استخدامات أو استخدام المياه الجوفية في مناطق الاستصلاح الجديدة يمكن في مشروع مليون ونصف المليون فدان احنا يمكن النهاردة بنقول أن البير يكفي 238 فدان فالريف المصر حتى هذا الضابط لترشيد استهلاك المياه بطرق معينة حتى تكفي المياه للزراعة لزراعة المليون ونصف المليون فدان وبنان عليه لم أصرح بأي شكل من الأشكال ولا بأي رقم لا بخمسين ولا بمية ولا بخمسمية كما قيل يعني ولكن استخدمت هذه التصريحات أو أهاءة يعني أزيد على الكلام يعني ريت الإعداد جرسين الفيديو كمان ويمكن الفيديو كان عند حضرتك هنا في البرنامج وأكيد موجود عندكم في الإعداد آه هنزيعوا إن شاء الله ممكن نزيعوا تواخد بالحضر كان الكلام كله فقط في مشروع المليون ونصف المليون فدان وموجه لمزارعي المليون ونصف فدان سواء عن شهب خرجين أو مستثمرين أو صغار مزارعين أو فلاحين بطمأنة المزارعين في المليون ونصف فدان أن هناك مياه تكفي لزراعة المليون ونصف المليون فدان وزراعة أراضيهم في عدود ترشيد استهلاك المياه لكل 238 فدان بئر جوفي تستخدم بتقنين ويمكن شركة الريف المصري عملة قاعدة بيانات لاستخدامات الأبار وكيفية استخدامها والتركيب المحصولي المناسب لزراعات في المليون ونصف فدان وزراعات معينة كمان مش أي زراعات وخلاص ما هو بيحدد طبقا لإرشادات والمحاصيل المطلوب زراعتها في شركة الريف المصري وبناء عليه أن هذا التصريح عاري تماما من الصحة ولكن كما نعلم جميعا أن مصر بيحاك بها مؤامرات كثيرة أعتقد أنهم كان الأولى أنهم يقولوا هذا التصريح على لسان باحث أو عالم من علوم المياه الجوفية وعلوم ومتخصصين في وزارة الري ولكن أن يقال على لسان رئيس جامعية مزارعي المليون ونصف أو مستثمر في المليون ونصف فدان أو مزارع في المليون ونصف فدان ده يعني معناه أنهم مش لقين تصريحات لناس مسؤولين علشان يحطوا على لسانهم هذا الكلام وده معناه أن ده مؤامرة بتحكي والمشكلة كمان مش في النقل كمان يا سيد عادر المشكلة كمان أني حضرتك ما قلتش هذا الكلام بطريقة اللي هم نقلوها وإحنا لتأكيد هذا الكلام إحنا هنطلع نشوف الفيديو كلام حضرتك ونرجع تاني يا ريت هنشوف الفيديو دلوقتي وبعد كده هنرجع لكم تاني نزلت شركة الريف أول ما نزلت شركة الريف كل الناس تعلم إنها خبت الناس وضع اليد اللي هم كنا نحن منهم بتوفيق وتوقنين أوضاعهم والفعل قننت وضعهم وقننوا أوضاعهم وأن يتعد جديد على أي أرض تخص الريف المصري لما بيتعدى ده 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 هو عارف قبل كده إن في ناس تعدت ووفقوا أوضاعهم إحنا اتعمل لنا إزالات كلنا قبل كده اتعمل لنا إزالات ودايما الإزالات بتبقى بالتنسيق مع السيد محافظ مطروح في المغرى والسيد مدير أمن مطروح ورئيس مجلس مدينة العالمين دايما وطبعا شركة الريف المصري والمساحة العسكرية فطبعا هم قبل كده أزلوا لنا وإحنا رحنا وفقنا ووضعنا مع شركة الريف المصري وأخذنا عقد واشتغلنا فلما تيجي انت تتخالف النهاردة لما ييجي النهاردة شركة الريف المصري تلاقي إن عندها مخالفة على 28400 فدان 2440 فدان تقريبا 28000 فدان مساحة كبيرة جدا مساحة كبيرة لخمة كبيرة أخي بقى تلاقي إن في مباني وأبار معمولة على حوالي 1600 متر وأبار كمان كمان إحنا عندنا مفروض يكون فيه كل بير بحساب وكل نقطة مية بحساب العرضة شركة الريف المصري عندها مقر دائم داخل مشروع المليون ونصف الدان في المغرى وكذلك فيه المنطقة الغرب غرب المينيا شغل الناس دي إنها بترائب اللي بيتم في المشروعات وجديد الناس اللي اشتغلت وبيترائب الناس اللي كمان اللي بتوضع يدها على مساحة تانية فهم لما يخطبوك بإن انت تيجي تاخد عقد هم بيقول لك ش اطلع انت رايح تقعد على المساحة هم من وضعك تعالى نشوف الأرض دي طالما داخل من داخل إحداثيات الريف المصري تعالى تعاقد معنا يا إما نستبدلك بآخر الشركة من حقنا تطرح أرضها وخصوصا فيه طلب كبير جدا وخصوصا العيام دي على مشروع المليون ونصف الدان ويحسب للدولة ويحسب للسيد الرئيس إن الأسعار مزالت كما هي مزالتش يعني مزال فيه فرصة إن كل رغم إن فيه خدمات تقدمت يعني كلنا يعلم إن خلال 18 شهر من النهاردة إن الكهرباء هتدخل المغرى هتدخل غرب غرب المينيا عزيزي وكلنا يعلم إن الطريق فيه طريق البترول أو مدعي الغاز فيه غرب غرب المينيا بيرصف الآن بقاله أكتر من 6 شهر أو أكتر بيرصف في المغرى بالإضافة لإني فيه منطقة الخدمات طرحت ودي بتوفر فرص عمل كتيرة جدا تعلم إن منطقة الخدمات طرحت فيه منطقة المغرى وطرحت فيه منطقة غرب غرب المينيا النهاردة تقدر تقول إن أنت عندك مشروع شبهة متكامل لما يبقى النهاردة عندي إيه اللي يشجع الناس طريق للوصول كهرباء كهرباء مية مية خدمات تانية خدمات لوجستية زي منطقة الخدمات اللي موجودة إنك تقدر تعمل هناك فيه مقر للشركة الريف المصر تقدر تتعامل معاه فيه بدل ما تروح مدينة النصر لو المشوار بعيد عليك أنت كراجل المزارع في الأرض تقدر تروح تواخد بلحظة ودي بتسهل الإجراءات والوراقيات تقدر كمان تاخد فيه المنطقة لمنطقة الخدمات تقدر تعمل ورشة تقدر تعمل مقر إدارة لشركتك مقر إدارة تشير الخدمات الزراعية تقدر تعمل محل مبيدات تقدر تعمل محل مستلزمات زراعية وأخذ بالحضرتك فهنا هم ماشيين طبقا لبالحضرتك لأيدولوجية الإنسان في كل الأصول إيه اللي دائما وأبدا بلحضرتك إيه اللي بيحصل أول حاجة بتتعمل هي أماكن وجود المية على المية سواء أبار أو مية بحاري بتنشأ المجتمعات الزراعية يبقى المجتمعات الزراعية بتنشأ على أماكن وجود المية لحقا شركة الريف المصري وفرت من البداية حتيت حفرت الأبار بالتنسيق معزلة الموارد المية ودت أراضي بأبار وأراضي بدون أبار يبقى جابت لي لإيه المية رقم واحد وطرحت طرحها بأسعار مناسبة بتسيلات لم يسبقها تسيلات على مدار تاريخ فعلا استصلاح الأرض هو اللي لم يمتلك أرض خلال هذه الفترة مش هيمتلك لن يمتلك توقف بالحضرتك لأنه فرصة احنا قلنا قبل كده في برنامجكم أن من سيزرع المليون هو من سيربح المليون مش كلام أنت حضرتك النهاردة لو أنت عشرة أو 23 واحد دخلت وأخذت أرض من شركة تغريف المصري في 230 فدان مثلا كمزاح لإيه الشركة السويرة دي شوف أنت النهاردة حضرتك لو زرعت واشتغلت لو كل فدان معايا سعدتك يعني همش الربح بتاعه بعد السنة الرابعة 5000 جديد مشاهدين أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون شوفنا تصريحات رسالة عادل زيدان وقال فيها في آخر الفيديو في عدية الرابعة تعريبا بيقول أن الشركة الريف المصري وفرت المياه لكافة المشروع أكيد أي مشروع سيسماري زراعي بالذات أي أول أمر فيه كما ذكره السيزر عادل هو توفير مصادر مياه وقال أن الريف المصري بالتنصيق مع وزارة الرأي وهي الجهة المسؤولة التنفيذية عن كل نقطة مياه وفرت مصادر مياه بحفر إلى بر زادل تصريحات حضرتك واضحة وهي لم تذكر فيها لا مياه جوفية ولا بالعكس أنت ذكرت وقلت أن المياه جوفية فيه مصادرين للمياه مياه جوفية أو بحاري وإني تم توفير المصادر المياه من قبل شركة الريف المصري وده طبيعي أن أي مشروع بيكون فيه توفير لمصادر المياه بالضبط هو حتى التصريح يعني حتى الخبر اللي نازل بيقول رئيس جمعيته من مزارع المليون ونصف يعني خلاص هو خلص الكلام يعني هو كلام كله على المليون ونصف في المليون فدان ويمكن لو احنا هنأخذ تصريحات حقيقية يمكن كلنا سمعنا الدكتور قسامة سلم من شيء درجة متخصص وباحث واستشاري كبير ودكتور كبير في العالم كبير في المياه الجوفية أعتقد أن أصدق ما قيل عن المياه الجوفية في مصر هو ما قاله الدكتور قسامة في التعرير اللي سبق وحضرتك زيعته في الحلقة دلوقتي هنا نقدر ناخد كلام على لسان مسؤول وعالم وخبير ومتخصص في المياه الجوفية هو ما يذكر أما أنه ناخد تصريح على لسان مستثمر أو مزارع حتى وإن كان هو رئيس ما يذكر في المصري نفسه يعني مش هنقول رئيس جمعية ولا مستثمر ده يعني معناه أن هم مش لقين تصريح على لسان مسؤول قال هذا الكلام وطبعا زي ما حضرتك سمعنا كلنا لم نقل هذا الكلام بأي شكل من الأشكال ولا بأي وصف من الأوصاف ولكن تقدر تقول أننا يعني الآن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة في موضوع مياه النيل ولكن إن شاء الله بإذننا كلنا ثقة في القيادة السياسية وفي المؤسسات الدولة المصرية وفي السيد وزير الخارجي المصري وفي السيد وزير الرأي على إن شاء الله بإذن الله إن في مفاوضات سد النهضة إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا ونستطيع بإذن الله نوصل لحل ومتعدل أزمة إن شاء الله ومن ننساش كلنا النهاردة بعد التفويض اللي خرج من مجلس النواب بإن إحنا كلنا مصطفين وراء جيشنا ومن يستطيع مننا الوقوف في الصفف الأولى يقف في الحرب ضد الإرهاب التركي في ليبيا والتعدي على وتهديد أمن مصر القومي في حدودنا سواء في سيرتا أو الجفرة فإحنا مصري النهاردة عندها قضايا مهمة جدا 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 محتاجة إن الشعب المصري يكون على وعي كامل بما يحدث وما يحاك لها من من مؤامرات وأدعو كل الشعب المصري إن هو يعني يرفع حالة الطوارئ كلهم في مجاله كما رفعت حالة الطوارئ في الجيش المصري استعدادا للحرب في 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 ليبيا والحفاظ على أمن مصر القومي ومحربة العدو التركي يعني الدخيل الذي يتدخل في شؤون ليبيا وليبيا يعني بالنسبة يعني يعني بالنسبة تاريخ واحد وبلد واحد لا وتعتبر أي دولة على حدودك النهاردة يخط الدفاع الأول لك ده بخلاف التاريخ التاريخ في حد ذاته بيفرض نفسه في علاقتنا مع أشققنا في ليبيا يعني الرسيخة لدى القوات المصلحة المصرية هي أنها ليست يعني ليست جيشنا مش جيش معتدي لكن جيشنا مدافع عن حقوق يحمي ولا يعتدي بالضبط يعني يحمي ولا يعتدي أخبر هذا الجيشنا حتى في حربه سلام يعني حتى حروب جيشنا اللي قدها كلها وال الحمد لله يعني خاضها كانت حروب من أجل السلام فإحنا بنقول لكل شعب مصر أنه كل واحد في مجاله النهاردة هو جندي مجند في مجاله لمحاربة الإرهاب بالتنمية وبالإنتاج وبالعلم وبالتجارة وبالصناعة تمام كما يحارب الجندي على الحدود لأنه كل واحد في بيته يا إما عسكري يا إما زابط يا إما لواء يا إما عقيد في جيش طبعا ما فيش أسرة مصرية ما فيش أسرة مصرية ما فيش حد من الجيش فإحنا النهاردة طبعا يعني بنقول أن إحنا الحمد لله يعني أن مصر في كل الأوقات بتلتف في الأوقات الصعبة وفي كل الأوقات الحقيقة جنب جيشها وحاول قيادتها ورئيسها الحقيقة ده فخر لنا وده كسر العدونا وكسر الأعداء مصر أنهما لما بيشوفوا الشعب المصري ملتف حول جيش وبالعكس الشعب المصري وستاذ هذا الوقت الأزمات بالذات بيكون فيه زخم شعبي خلف يعني إحنا في وقت الأزمات مهما كانت الخلافات بينا فإحنا بنحي هذه الخلافات وبنكون على هدف واحد خاصة في الأزمات الأخيرة ظهر ظهر بالفعل أن الشعب المصري فاهم ووعي ويعاقل فيما يتعلق بالأزمات اللي إحنا بنوجهها خلال الفترة الحالية بصي حضرتك الجيش المصري كان تمام وسيظل هو ضمانة الشعب المصري لحياة آمنة ومستقرة وكريمة في كل الأمور اللي اللي الشعب استدعى فيها الجيش لم يغزله الجيش حتى في المشروعات التنموية العالية تمام الحياة النهاردة الجيش بيستدعى الروح الوطنية عند الشعب المصري والحمد لله الشعب المصري لم يغزل قيادته ولم يغزل جيشه في رفع الروح المعنوية لدى الضباط ولدى الجنود اللي في الجيش المصري والحمد لله كل المؤسسات المؤسسات الدولة المصرية الآن وقفة يعني ومصطفى استفاف كامل وراء الجيش المصري فاحنا ان شاء الله بإذن الله متأكدين ومؤمنين بان ان شاء الله بإذن الله مصر لان ينال منها أحد ان شاء الله بإذن الله بحفظ الله ثم بوعي قيادتها ثم بوعي شعبها اللي أثبت في كل المناورات اللي تمت عليه وكل ما أحك ليه من مؤامرات انه هو ثابت وثابت لانه شعب ليه تاريخ بيشده دايما لتحت بيثبته مصر حضارة يعني مصر قابت قبل ما يكتب التاريخ قبل ان يقوم التاريخ فمصر دولة لها جزور ودولة أصيلة ودولة رسيا ولها ثوابت ومصر حتت أرض على نصية زي ما قال المهندس الكفراوي مصر بلد مطمع للجميع وهي رمانة الميزان في مكانها وإذا عطست مصر لأصابة الشرق الأوسط بالأنف الوانزة كما قالت جولة مئير إحنا ما فضلش حوالين مننا حد فإحنا بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه في ليبيا لأن لما تيجي النهاردة تبص حوالين منك فين إخواتك مصح كله كله نهار يعني دلوقتي إحنا لو شفنا كل الدول العربية اللي كانت زمان دول قوية بيهبها لعالم دلوقتي تم تنفيذ كل المخططات فيها يعني شايفين إحنا العراق شايفين سوريا شايفين اليمن شايفين ليبيا الآن فبقى غير مصر ما فضلش اللهية فإحنا ما حدش هيقدر علينا إلا لو حد عمل وقيع بين الجيش والشعب المركب تقدر 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 تواجه الريح إلا لو القاطنيقة يعني الساكين المركب دول هم اللي تقبوها أو خرموها واخد بالحضرتك تهام لكن مصر إن شاء الله بإذن الله قد الدنيا كلها بعظمة جيشها وبعظمة شعبها واخد بالحضرتك وبوعي جيشها ووعي شعبها إحنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله عندنا أمل كبير جدا 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 في أن مصر تنتصر على كل المؤامرات بالدبلوماسية المصرية وبالحرب إن اضطررنا إلى حرب يعني الشاب مصر يكون واعي اللي ما يحاك به من مؤامرات وبعدين قضية تسد النهضة هي قضية مش مش حالية ده من زمان يعني إحنا أكتر من 20 سنة وبتكلموا في هذا الموضوع من الستينات اللي أفضل المواضيع أو من الستينات لكن فعليا بدأنا آخر عشر سنوات بالزبط لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا بإذن الله يعني نقول لكل اللي قال علينا أو على لسنة أي تصريح خاطئ طبعا لم يصدر منا هذه التصريحات ولن نكون وقود لنار يريد أن يحرقنا بها العدو أنا أشكرا بحضرت جدا أستاذ عدل الزيدان الحقيقة كنا حابين نتكلم أكتر عن نوعات تانية فيما تعالق مشروع المليون ونصف المليون فدان باعتبرنا حضرتك أحد المتابعين وكنا عوزين تعليقات على حوارنا مع المهندس عدر حنورة لكن وقتنا انتهوا إن شاء الله يكون في حلقة تانية بإذن الله نتكلم هذا المشروع هو العمود الفقري للاقتصاد الزراعي للمصري حاليا هو المشروع الوحيد اللي يقدر محدود الداخل أو شباب الخرجين بأقل الإمكانيات والمستثمرين وخلاو وصغر المزارعين والفلاحين إنه هما يعصلوا على أرض فيه مشروع المليون ونصف فدان فرصة حقيقية على الأرض المصرية تقدر لأول مرة في تاريخ مصر في الاستثمار الزراعي والاستصلاح الأرض إنك تتعامل مع شباك واحد وحيد هو شركة الريف المصري الجديد اللي فتح دراعتها لكل الناس حتى تمتلك أرض الأرض صروة حقيقية بتزيد هي مغزن للقيمة بتزيد بأكتر من 20 ل25 في المئة في السنة بالإضافة إلى مكاسي اللي بتتحقق من القيمة المضافة اللي بتتعامل سواء إنتاج زراعي أو إنتاج حيواني أو دجيني أو سمكي أو تصنيع زراعي أو حتى إقامة المجتمعات العمرانية الجديد ففرصة لكل اللي بيسمعونا فرصة يعني الناس اللي خدت الفرصة وربنا كرمها وخدت أرض في الريف المصري تمسك بالفرصة وتمسك بحلمك ولكل اللي لسه ما خدش كونوا شركات تخلوا كل العائلات المصرية تكون شركات خصوصا الفلاحين وياخدوا أراضي في مشروع المليون ونصف المليون فدان لأن فرصة حقيقية والبعيد قرب المغرى قربت خلاص بقينا من دلوقتي من أبعد ما كان في الدلتة ساعتين بالكتير تكون في المغرى النهاردة في المينيا ساعتين تكون في غرب غرب المينيا وفي المينيا المينيا هي عاصمة مصر الزراعية الجديدة لازم كل الناس تستثمر في المينيا وتستثمر في المغرى المغرى لها إمكانيات و المينيا لها إمكانيات والفرفرة لها إمكانيات كل واحد على حسب إمكانياته وحسب رغباته في المنتجات الزراعية اللي قدر يعملها سواء إمكانياته المادية أو رغباته الزراعية أو الآرب لي مشروع من الوليون وصف فدان فرصة حقيقية بتقدمها الدولة المصرية لكل شباب مصر من الخرجين ومن الفلاحين ومن المزارعين وصغر المزارعين والمستثمرين وشكراً من سازر عالمليون شكراً جزيلاً أستاذ عدل زيدان سيد المشاهدين احنا وضحنا لكم كافة التصريحات اللي احنا صدرت عن برنامج من سازر عالمليون مع أستاذ عدل زيدان ومع الدكتور وسامة سلام أستاذ باحث وأستاذ بمركز القامل للبحث الموية وكمان مع الدكتور عباس شرائي وأستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بكلية الدراسة الأفريقية بجامعة القاهرة شكراً جزيلاً لكم وإن شاء الله تابعونا في برنامج من سازر عالمليون ومعكم شعبان بلال كل خميس تاسع مساء